الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام على وسلام بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن نادي الأهلي هنرد فيها ضد الأكاذيب والشعاعات المغرضة ضد النادي الأهلي لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها في فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب فاللهما صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عايز أتكلم في أول حاجة بما أننا سألتك سؤال في الفيديو اللي قبل ده وناس كتير محترمة أكيد كل اللي بيتابعونا المحترمين جاوبوا على السؤال هو النهاردة الجمعة الكامل النهاردة الجمعة 106 على الآضية ممكن ويا رب دايما نتذكر الآواضي والآضية ممكن دايما مع النادي الأهلي لكن عايز أقول لك حاجة النهاردة مصطفى غربال واحد من أبطال موقعة القادية ممكن مصطفى غربال الحاكم الجزائري الشهير والأشهر على الإطلاق اللي نال شرف تحكيم مباراة ستظل محفورة في ذاكرة ملايين الملايين من الأهلوية عبر التاريخ وهيتعقبها أجيال وراء أجيال وراء أجيال لهذه الموقعة مباراة القادية ممكن مصطفى غربال الجمهور النادي المنافس اتهمه بتلقي رشوة 10 مليون جنيه من قبل الكابتن محمود الخطيب من أجل تسهيل فوز النادي الأعلى بالقادية ممكن ونهائي القرن وجماهير نادي الزمالك أعلنوا أن الحاكم خلاص مش هيحكم تاني زيه زي الأخ الجزائري اللي كان قبله مهدي عبيد ولا ده أبض رشوة ولا ده أبض رشوة عايز أقول لك عزيزي المشاهد الأهلاوي المحترم أينما كنت أن مصطفى غربال هو الحاكم الإفريقي حاكم الساحة الإفريقي الوحيد مع فيكتور جوميز فيكتور جوميز كلنا نشهد له أكيد بالنزاهة والشرف والأمانة اللي اتنين دول هم فقط من قارة أفريقيا اللي مستمرين في كاس العالم واللي مؤكد هيظهره في دور التمانية من بطول الكاس العالم قطر فيفا عشرين اتنين وعشرين ده إن دال اللي بيدل على نزاهة وسمعة الحاكم الجزائري مهدي أو عفوا مصطفى غربال اللي طير العقول وخلهم يتجننوا لدرجة أنهم يتهموا بالرشوة كعادة جماهير النادي المنافس عايز أقول رسالة للأخ أحمد دياب مستر أحمد دياب How are you؟ نادي أسوان يناديك نادي أسوان يا جماعة عايز أقولك أن أسوان ظهرت الجنوب بالنادي الجميل والمقرب إلى قلوبنا جميعا نادي أسوان بيشكو من عدم وجود قوة مالية عشان يقدر يكمل في الدولة نادي أسوان اللي آخر ثلاث مباريات بالنسبة له عودة لانطلاقة جديدة مع كابتن أيمن الرمادي ثلاث مباريات أي نعم المباراة الأولى خسرها لكن أحرز أول هدف لأسوان في الدوري ثم مباراتين بيفوز بيهم نادي أسوان وبيجمع ست نقاط لكن المشكلة أن رئيس أسوان يا جماعة بيعلن أنه أو بيحذر أو بيهدد احسبوها زي ما تحسبوها أنه مش هيقدر يكمل قال لك أجيب منين 300 ألف جنيه كل مطش هلعبوا برا أسوان في 17 مطش أنت بتتكلم في مبلغ وقدر تتكلم في حوالي 5 مليون جنيه وأكتر قال لك رئيس رابطة الاندية بيحل لي هو رئيس رابطة الاندية فين؟ ما عليش سؤال يعني بيطرح نفسه رئيس رابطة الاندية الباشا اللي محدش بيشوفه غير في المطشات بتاعة النادي الأعلي يعني أي فريق هيلعب النادي الأعلي بنلاقيه طالع كده ما شاء الله مستر أحمد دياب ووشه منور زي البدر طالع يحل مشاكل الفرق قبل المطشات بتاعة الاهلي بيومين 3 هو أنت مستني مطش أسوان والأهلي ولا يعشان تحللهم المشكلة أتمنى من أحمد دياب أتمنى من معالي وزيرة الشباب والرياضة أسوان نادي حبيب أسوان نادي جماهيري أسوان ممثل للصعيد جزء غالي كبير جدا على كل قلوب المصريين أتمنى من وزير الشباب والرياضة مش وزير الشباب والزمالك أنه هو يهتم شوية بنادي أسوان ودعمهم يا فندم الأندية الشعبية كلها محتاجة للدعم محتاجة لدعم خزينة وزارة الشباب والرياضة مش نادي واحد بس هو اللي يكون له الخزنة كلها عايز أقول أن شبير آه يا شبير شبير يا جماعة محتاج للدعم وهنا أنا بطالب بدعم شبير مش عشان أهلاوي فقط لا والله لأن شبير في أوقات بيبقى لسان الحق وللأسف الشديد كابتن شبير في بعض الأوقات لما بيجي يتكلم بلسان الحق الحق ده ما بيعجبش الأندية المنافسة ولا جماعة شبير لمجرد أنه تكلم عن موضوع زكريا الوردي وأن الموضوع في حاجات دهاليز وغوامد لازم نكشفها قال لك موضوع ما تقنعنيش أن لعيب حالته النفسية متضمرة عشان تسبب في خسارة ماتش لا ما تقنعنيش وتضحك علي الموضوع فيه دهاليز وحاجات مستخبية وغوامد عايزين نكشفها مع بعض ما تقنعنيش أن لعب أنت جبته بالشيل الفلاني وكلفك ودفعت له مقدم تعاقد وكلفك فلوس ودفعت وكالة للوكيل بتاعه وزبطت الدنيا وتيجي قبل الانتقالات بشهر وأقل من شهر تقول له تفضل الاستمارة بتاعتك هي تفضل يمشي ببلاش لا 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 فالموضوع ما عجبش الناس لدرجة أن قناة ON قلت لك مبارح مسحت التصريحات بتاعتش بيجي فيطلع بعدها هاشتاج ممول من قبل البعض على السوشيال ميديا وتويتر واللجان المرتزقة الأبيضة اللي ميدو قال عليهم أنا ما بتهمش حد ده ميدو بنفسه قالك في لجان مأجورة بتتأجر بالساعة آه بيتأجروا بالساعة يا بيه فعملين هاشتاج ضد شبير تخيل بقى الهاشتاج إيه شبير إبليس الإعلام شبير إبليس الإعلام ده لمجرد بس إن شبير تلع يتكلم قال كلمتين على موضوع زكريا الوردي أصبح إبليس الإعلام عرفتوا ليه أخوالنا مفيش ولا إعلام في مصر يقدر يتكلم بسلبيات على نادي الزمالك عرفتوا ليه كله قاعد في الجحور كله سكتم بكتم لك أن تتخيل صديقي عزيزي الأهلاوي المحترم الجميل إن شبير بما يمتلكه من قوة إعلامية جبارة شبير مش إعلامي سهل شبير مش إعلامي صغير ومع هذا اتعمل فيه كده وشبير هيجيبه وراء طبعا للفترة اللي جاي سواء كان بمزاجه أو غصب عنه سواء كان بدماغه أو هيتقله إركن شوية وتهد شوية كل التحية لكابتن شبير الإعلامي الحر طول ما أنت يا شبير لسانك من دماغك كلنا هنكون وراك هتخاف هتجيب وراء برضو هنفضل وراك بس حافظ على علاقتك بجماهير النادي الأهلي لأن لو وقعت محدش هيشيله بغير جماهير النادي الأهلي عايز أقولك السورة اللي هتنزلك دلوقتي خدعوك فقالوا خدعوك فقالوا أن الأهلي يدمر الإسماعيلي وأن الأهلي سبب انهيار الإسماعيلي الكاز اللي ظهر قدامك دلوقتي صديقي على الشاشة قدامك دي كاز مقدمة من جمهور النادي الإسماعيلي بس الجمهور مين؟ الجمهور المحترم إلا ما كانش لسه حد لعب في دماغه وعمله غسيل لدماغه مكتوب على الكاز من جمهور النادي الإسماعيلي إلى النادي الأهلي العريق تقديرا لدوره الرائد في الوقوف بجانب الإسماعيلي في محنته في وفاة المرحوم الكابتن محمد حازم لاعب الإسماعيلي إيه حكاية الكاز دي يا جماعة؟ النادي الأهلي كعبته ورقبا ليه الأكاذيب والأوهام والاستوانات والكلام المستهلك اللي بيتردد بقوة عن كراهية جمهور الإسماعيلي للأهلي مر النهاردة على مرور كابتن محمد حازم رحمة الله عليه نجم الكرة المصرية والإسماعيلوية حوالي 36 سنة توفى بالزبط 11 نوفمبر 86 وهو عنده 26 سنة آخر مباراة ليه كانت الإسماعيلي وغزل المحلة بعد المطش ركب عربيتو البيجو 504 وكان معا كابتن محمود جابر والحارس علي أغا وكابتن فاروق حسنين الإداري حصل حادث مقصف توفى على إثره كابتن محمد حازم بعدما تقلبت العربية أكتر من أربع مرات وبعدها بأيام قليلة الحارس علي أغا النادي الأهلي الوحش النادي الأهلي المكروه النادي الأهلي اللي بيدمر في الإسماعيلي والإسماعيلية قرر الأهلي إعلان الحداد لمدة 3 أيام وإيقاف أي أنشطة رياضية في النادي الأهلي في كل الألعاب الرياضية مش بس كده لا نادي الأهلي وقتها اقترح بالاتفاق مع مجلس دورة نادي الإسماعيلي أن يتم عمل مباراة ودية بين الأهلي والإسماعيلي لتأبين كابتن محمد حازم وأن الريع بتاعها أو الدخل والإرادة بتاعها كله يروح لأسرة محمد حازم المباراة ما كانش فيه مكان في الملعب لقدم وقبل المطش كابتن محمود الخطيب دخل في حالة من البكاء وهو بيحضن سورة محمد حازم نظرا للصداقة القوية والوطيدة اللي كانت ما بين الاثنين يا ترى يا هل ترى لسه فيه أقول زغيرة هتفضل فاكرة وشايفة أن الأهل بيكره الإسماعيلي لا والله انتو عقول تافة أي حد هيشوف أن الأهل بيكره الإسماعيلي هو صاحب عقل تافة لأن التاريخ كله بيقول ورموز الإسماعيلي أنا مش بقولك اسمع مني اسمع من رموز الإسماعيلي والإسماعيلية الأهل هو النادي الأول والأوحد اللي كان بيقف مع الإسماعيلي والإسماعيلية الصور اللي هعرضها عليك عزيزي المشاهد المحترم دلوقتي صور استفتاء وشوشا صور بتوري لك بتوري لك النادي الأهل في حتة تانية لا معلش مع احترامي لا لا والله مفيش حاجة اسمها منافسة مفيش حاجة اسمها قطب تاني وقطب تالت لا هو قطب أوحد والبقعة بعد كده يجي برحق الصورة الأولينية اللي هوريها لك أفضل لاعب في مصر ده بالتصويت يا جماعة أحمد سيد زيزو واخد 65 ألف طاهر محمد طاهر 87 ألف خلي بالك زيزو بالرغم أنه هو فعلا يستحق أن يكون أحسن لاعب لكن طاهر محمد طاهر فرق عنه بـ 22 ألف صوت أفضل محترف في مصر علي معلول معه سيف الدين الجزيري معه أشرب بن قلبي معلول 69 ألف تقريبا الجزيري 1860 أشرب بن شرقي 4-580 تقريبا يعني الاتنين بتوعز ملك مش محصلين 7000 ومع هذا معلول ملك الحلول كان جايب 69 ألف تقريبا أفضل لاعب صاعد حسام عبد المجيد 22195 إبراهيم عادل 1757 سيد عبدالله نيمار 1768 زياد طارق 488815 أفضل لاعب وسط عمر السلية 39 أمام عشور 39 ألف أمام عشور 6000 حمد فتحي 24 ألف يعني لو جمعنا بتوع الأهلي مع بعض هتلاقي فرق السماء من العام أفضل صانع لعب في مصر أوباما 1400 أفشى 60893 لسه في حد عنده أمل أنه هو أعلى جمهارية من النادي الأهلي طيب التصويت الخاص بأفضل نادي في مصر نادي الزمالك حصل على 17775 نادي الأهلي حصل على 104 420 يعني بتتكلم على نسبة وتناسب واحد لخمسة ويمكن أكتر من الخمسة كمان لسه في حد نفسه في حاجة أعتقد لعب تعال نروح لضربة قاضية من الفيفا تطيح بأمال نادي الزمالك في خبر صاعق صاحق ماحق الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا ردا على طلب محامي محمود عبد المنعم كهربا وافق على تقسيط فلوس الغرامة بتاع الكهربا في ضربة قاضية التقسيط المريح حسب قدرة اللاعب المالية واللاعب هيبدأ يلعب من غير ما يدفع ولا مليم مع أول قصة هيدفعه وخلاص كده كده اللاعب مع نهاية شهر ديسمبر من حقه يلعب اللاعب أبلغ الفيفا إنه عايز يدفع بس هدفع بالتقسيط اللاعب أبدأ حسن النية جاء الرد من الاتحاد الدولي ردا قاسما إن يابني براحتك طالما أبدأ حسن النية أنك تدفع احنا مش عايزين حاجة لعايزين ضرر ليك ولا عايزين ضرر للنادي المنافس أو النادي اللي هو داخل ضدك في الغرامة فادفع براحتك يا ابني الحلال وابدأ مشاركة مع أول قصة تدفعه للاتحاد الدولي لكرة القدر ضربة قاضية ضربة موجعة الأخ الدلدول ماضوا قال لك احدا مش فراخ كاك 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 احدا مش فراخ ايه ماضوا مالك عبيبي قال لك إزا مالك مش فراخ يا بيه بطلوا بقا ادحاقوا علينا الأهلوية وازاي يحصل ده في قناة النادي احنا مش فراخ يا خلقه اوه احنا مش فراخ ولا دواجن ولا ديوك ولا بط ولا اي حاجة انتوا بتدحاقوا علينا الأهلوية ليه ليه يا بيه احنا مش فراخ يا بيه ليه ليه وقعد يعايد قعد يعايد والله يا ماضوا احنا مش احنا اللي قايلين عليكم يا ابني كده والله ما احنا ده اصدقائك في قناة الزمالك مبارح معالي المستشار قال لك الاخر من 2014 لالي مكسبنيش غير في ماتش القاضية ممكن ماتشنها القرنة تعرفين كسبونا ازاي يعني عايز اقول وارد على سيادة المستشار بالورقة والقلم صديقي الاهلاوي المحترم لما يقابلك واحد زمالكاوي يقولك زمالكاوي يقولك احنا كسبناكو من 2014 لحد النهاردة وانتو مكسبتوش غير ماتش واحد رب عليه بالتالي قوله ان الاهلي في اخر خمسين مباراة في مختلف المبارايات الزمالك ما فازش غير ست وماتشات بس في اخر خمسين ماتش الاهلي فاز في 30 والتعادل كان في 14 نادي الاهلي كسبان السوبر ضد نادي الزمالك كسبانينو في 2016 وكسبنا الزمالك ضربات جزاء بعد ضياع الكورة الشهيرة لمحمد كوفي في الدربة الاخيرة كسبنا الزمالك في نهاية القرنة اثنين واحد كسبنا الزمالك في الدوري اثنين واحد في 2019 كسبنا السوبر مع فيلر ثلاثة اثنين والسوبر الاخير كسبناه اثنين سفر كل ده وما كسبناش بر نهاية القرن اعتقد صعبة جدا خلصت اخبارنا ما خلصتش حكايتنا استنى كل ارقكم وتعليقاتكم شكرا اليكم سلام عليكم